بسم الله الرحمن الرحيم وبهنستعين ماذا يعني قرار تحالف أوبيك بلس زيادة سقف إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا؟ هذا هو عنوان حلقة اليوم من برنامج أنسيات الطاقة حلقة افتثنائية قصيرة يعلق فيها الدكتور أنس على القرار في نهاية الحلقة سيكون هناك مجال لطرحة الأسئلة مع الدكتور أنس لذا لا داعي لطلب التحدث الآن خبير أسواق النفط ومستشار تحرير منصة الطاقة الدكتور أنس الحجي مرحبا بك مجددا معنا شكرا لك أستاذ محمد يسري مدير التطوير في منصة الطاقة من القاهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا بسم الله الرحمن الرحيم وأبضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كما تعلمون كان هناك مساحة أمس للمساحة المعتادة كل يوم ثلاثاء الساعة العاشرة ليلا بتوقيت مكة المكرمة تكلمنا فيها عن المخزون الاستراتيجي وآثاره في أسواق النفط وتطورات الجديدة في هذا المجال سنلجأ اليوم إلى بعض المعلومات المتعلقة في هذه المساحة عند الحديث عن قرار أوبك بداية علينا أن ندرك الوضع التاريخي لقرار اليوم قرار أو اجتماع اليوم اجتماع مميز من عدة نواحي أولا هو الاجتماع الأول الذي يمكن تسميته أن اجتماع حر غير مرتبط بالوضع في كورونا وغير مرتبط بالعهود والمواثيق والاتفاقات التي جرت بين أوبك بلس بما يتعلق بتخفيض الانتاج أو زيادة الانتاج والسبب لأن كان هدف أوبك بلس من زيادة الانتاج هو العودة بالسقف الانتاجي إلى ما قبل فترة كورونا وهذا تم في نهاية الشهر الماضي وأكد هنا على كلمة السقف الانتاجي وليس الانتاج لأن إنتاج أوبك بلس ما زال أقل من السقف الانتاجي أو أقل مما كان عليه قبل كورونا بكمية كبيرة فأهمية هذا الاجتماع أنه هو الأول من نوعه بعد كل الارتباطات التي بدأت منذ مارس 2020 حتى الآن ولكن هناك أهميات أخرى سنتذكرها بالتفصيل إن شاء الله لو نظرنا إلى العام الماضي إلى عام 2021 ميلادية لو وجدنا أن أهم حدثين في السوق في العام الماضي يتعلقان بهيكل الأسواق صار تغير هيكلي في الأسواق بشكل واضح في العام الماضي أهم تغير في السوق هو تغير في سلوك أوبك من جهة وتغير في سلوك المشترين خاصة الصين من جهة أخرى بالنسبة لسلوك أوبك لأول مرة في التاريخ منذ قيام أوبك بتبني الحصص الانتاجية في بداية الثمانينيات نجد أن الدول الكبيرة التي لديها طاقة انتاجية فائضة لم تستخدمها للتعويض عن عدم قدرة الدول الأخرى زيادة الإنتاج لمقابلة حصتها الإنتاجية تاريخيا كانت دائما تقوم هذه الدول بزيادة إنتاجها فوق الحصة الإنتاجية للتعويض عن الدول الأخرى هذا لم يحصل في 2021 هذا تغير نوعي في سلوك أوبك ومؤثر في هيكل السوق طبعا هذا من الأشياء التي أدت إلى النجاح الكبير الذي حققته أوبك بلس وإنعاش الأسعار إلى مستويات تتجاوز 80 دولار للبرميل التغير الثاني هو سلوك الصين تاريخيا عندما كنا نتكلم عن موضوع التحكم في الأسواق والمقدرة على تخفيف التقلبات في الأسواق وإدارة الأسواق كنا نتكلم عن أوبك كنا نتكلم دائما عن المنتجين لأول مرة في التاريخ نجد أن هذا تغير وأصبح هناك قوة للمستهلكين وهذه القوة جاءت من الصين أكبر نمو في الطلب على النفط جاء من الصين نمو كبير في الواردات حصة ضخمة عالمية هي الأكبر الآن في العالم من ناحية استيراد النفط وبناء مخزون استراتيجي ضخم هذا مكن الصين خاصة في عدم وجود قوانين واضحة للمخزون الاستراتيجي كما هي الحال في الولايات المتحدة مكن الصين من التلاعب في المخزون الاستراتيجي بحيث أستر على الأسعار وكما ذكرت أمس كان التوقع من 2020 أن الصين ستقوم بذلك وهي قامت بذلك فعلا ولكن كان التوقع أن يكون الحد السعري 75 دولار اكتشفنا أن الحد السعري هو 70 دولار وليس 75 وقد يكون الأمر صحيح لما ذكر 75 ولكن قد يكون الأمر متعلق بأسعار الصرف بأسعار الصرف اليوان مقابل الدولار ولكن ما وجدنا أن الصين قامت باستخدام أو بالسحب من الاحتياط الاستراتيجي بكميات ضخمة جدا في عام 2021 والتي منعت الأسعار النفط من الوصول إلى 100 دولار إذن في عام 2021 أهم تطورين في عام 2021 هما تغير في سلوك أوبيك وتغير في سلوك الصين ماذا عن العام الحالي؟ حتى الآن طبعا نحن في منتصف العام ولكن حتى الآن هناك ثلاثة تغيرات أساسية سنتكلم عنها في نهاية العام وفي التاريخ سيذكرونها كمتغيرات أساسية في أسواق النفط الأول هو الغزو الروسي لأوكرانيا وتبعات ذلك من التأثير في أسواق الطاقة وأسواق الغذاء والمواد الغذائية والحبوب والعقوبات التي تلت ذلك على روسيا الغاز الروسي السفن الروسية وغيرها هذا تطور تاريخي هام وهو من أهم التغيرات التي حصلت في عام 2022 طبعا الكل يعرف ذلك لا جديد في ذلك بالنسبة للتغير الثاني وهو معروف للجميع وهو استخدام المخزون الاستراتيجي الأمريكي من قبل حكومة بايدن بشكل لم يشهد له التاريخ الكميات التي قرر سحبها كميات ضخمة جدا تقريبا هم ذكروا مليون برميل يوميا لمدة ستة شهور طبعا الآن واضح تماما أنهم لم يستطيعوا ذلك لأسباب تتعلق بالبنية التحتية ولأسباب فنية بحتة فسحبوا بحدود 880 ألف يوميا وبالتالي يمكن تمديدها لفترة أكثر من ستة شهور إذا قرر الشركات شراء هذا النفط بالكامل فهذا تغير آخر وتغير هيكلي في الأسواق ويؤثر في هيكل السوق نفسه أيضا يأتي هذا من قبل المشترين كما فعلت الصين تماما في العام الماضي فهذا تغير هيكلي من ناحية المشترين في الأسواق الأمر الثالث والجديد وهي تعلق باجتماع اليوم هو سلوك أوبك والسعودية طبعا سلوك أوبك بلوس لأنه بالنهاية وجدنا أن نائب رئيس وزراء الروسي ألكساندر نوفاك زار السعودية منذ أربع أيام وقابل الأمير عبد العظيم بن سلمان وزير الطاقة السعودي ويبدو أنه كان هناك اتفاق ما هذا الاتفاق كان مهم جدا لأنه قرارات أوبك بلوس مثل قرارات أوبك يجب أن تتم في الإجماع إذا لم يكن هناك في الإجماع فليس هنا قرار ونجد أن القرار اليوم تم بالإجماع وبالتالي تم بالتنسيق مع روسيا على كل الحالات ولكن ما هو هذا التغير الجديد الذي شهدناه منذ فترة واليوم تأكد من ناحية سلوك أوبك وسلوك السعودية أن قرار الإنتاج وحده لا يكفي علينا أن ننتظر حتى بداية الأسبوع القادم السبت أو الأحد عندما تعلن أرامكو عن الأسعار الرسمية للنفط السعودي فالصورة لا تكتمل الذي يعتقد أن الصورة اكتملت الآن ويبني قرار شراء أو بيع أو استثمار بناء على قرار أوبك ومخطئ تماما اليوم علينا أن ننتظر حتى بداية الأسبوع القادم عندما تقوم أوبك بالإعلان على الأسعار لفهم ما حصل اليوم وسأشرح بالتفصيل لأهمية الموضوع فموضوع ربط الإنتاج من جهة والتسعير من جهة لم يحصل من قبل هذه السنة وجدنا وضوح كامل في هذا الأمر طبعا كان هناك إشارة إليه في 2020 يوم مارس 7-2020 عندما حصل الخلاف السعودي الروسي ولكن هذه تعتبر حادثة نادرة ولكن واضح تماما أن هناك مرجع تاريخي لها فعلينا من الآن فصاعدا أن ننظر إلى قرار أوبك من جهة وتسعير أرامكو من جهة أخرى لفهم معنى وأثار قرار أوبك فإذا في شيء جديد اليوم ممكن الاستفادة من المساحة هو أمرين الأمر الأول هو أنه علينا النظر إلى إنتاج أوبك وتسعير أرامكو من جهة الأمر الثاني سأذكره فيما بعد ماذا حصل اليوم؟ اليوم قررت أوبك زيادة سقف الإنتاج الرجاء الانتباه لهذا التعبير أو الإنتاج المستهدف هذا يختلف عن الإنتاج الفعلي فقررت زيادة سقف الإنتاج أو الإنتاج المستهدف بزيادة قدرها 100 ألف برميل يومية بأي مقياس هذه الزيادة محدودة جدا وصغيرة ولو نظرنا سياسيا إلى الموضوع نجد ما ينب بالأصل كان يعول على زيارة بايدن للسعودية أنها ستقوم بزيادة الإنتاج إكراما لبايدن إدارة بايدن بشكل عام وخاص أصرت حتى أمس أن أوبك ستقوم أو السعودية بالذات ستقوم بزيادة الإنتاج وهناك إصرار شديد باختناع شديد أنهم سيقومون بزيادة الإنتاج وهم يعتبرون أن هذا نتيجة زيارة بايدن للسعودية السعودية والمسؤولين السعوديين يصرون على أن بايدن لم يتكلم في الموضوع النفط ولم يكن هناك أي وعود على الإطلاق بزيادة الإنتاج إذن واضح تماما أنه قد يكون هناك تنسيق مسبق بين المستشارين وليس القيادات الكبيرة في موضوع الإنتاج وواضح أن رسالة السعودية كانت واضحة تماما أن السعودية لا تستطيع زيادة الإنتاج لوحدها لأنه جزء من أوبك بلس وبالتالي هذا القرار يأتي من أوبك بلس وليس من السعودية فيمكن النظر له أن الاثنين كانوا صادقين في هذا الموضوع الإدارة الأمريكية والسعوديين عندما قال السعودين أنه لم يكن هناك حديث حول الإنتاج بايدن لم يتكلم عنه هذا كلام صحيح وقول الحكومة الأمريكية بأن هذه الدول ستزيد الإنتاج ربما لأن الأمر تم تنسيقه بين المستشارين وليس بين القيادات الكبيرة ثم جاءت طبعا زيارة نوفاك إلى السعودية ويتضح من ذلك أن روسيا لا ترغب في زيادة كبيرة في الإنتاج ولكن كان هناك حاجة لزيادة الإنتاج كثير من الخبراء رأوا أن هذه الزيادة البسيطة هي زيادة سياسية أعداء بايدن اليوم استغلوا الخبر ضده أن هذه الزيادة هي لا شيء وبالتالي فشلت زيارته للسعودية وفشلت أموره نفطيا طبعا كلنا نعرف كما ذكرنا في مساحات سابقة أن هدف الزيارة للسعودية له أهداف متعددة المشاكل في المنطقة كبيرة دور السعودية ضخم سواء الدور السياسي أو التجاري أو الاقتصادي فلا يمكن تجاهل الأمور الأخرى وتركيز على النفط فقط موضوع النفط كان ثانوي وسمعتم في هذه المساحات عدة مرات عندما ذركست على فكرة أن دور النفط ثانوي وما حصل حتى الآن يؤكد تماما هذه الفكرة إذن قرار أوبيك يقول أنه سيتم زيادة سقف الإنتاج بمئة ألف فرميل يوميا وبالتالي فإن الزيادة الحقيقية قد تكون قليلة جدا ولكن هناك إضافة لذلك الإضافة هي في شهر سبتمبر فقط هذه ليست زيادة مستمر هذا يعني أن أوبيك بلاس ستجتمع شهريا وستقرر وضع السوق وبذلك علينا أن لا نستغرب إذا قامت أوبيك في أكتوبر ولا في الشهور القادمة بتخفيض الإنتاج أو بزيادة الإنتاج أو بتثبيت الإنتاج لأن الأمر بعد انتهاء أو العودة إلى مستويات ما قبل كورونا من ناحية سقف الإنتاج يعني أن أوبيك ستبدأ بالتقرير بإقرار الإنتاج بناء على معطيات السوق كما تراها أوبيك من شهر إلى شهر فهذه الزيادة بسيطة ولمدة شهر فقط البعض سيأخذ ذلك على أنه هذا سيرفق أسعار النفط ولكن علينا أن نكون حذرين في هذا المجال البعض يعتقد أنه قد يؤدي إلى تخفيض أسعار النفط وسأشرح كيف يؤدي إلى تخفيض أسعار النفط البعض يرى أن القرار سياسي بزيادة الإنتاج ولكن فعلياً لن يحصل وسأشرح كيف يتم ذلك كما ذكرت في البداية علينا أن ننظر إلى موضوع الإنتاج من جهة وموضوع أسعار أرامكو من جهة أخرى ما المقصود بذلك؟ المقصود أن دول أوبك الآن قررت زيادة الإنتاج هذا يرضي بايدن سياسياً ولكن ماذا لو قامت أرامكو يوم السبت أو الأحد عند الإعلان عن الأسعار الرسمية برفع الأسعار الرسمية بشكل كبير؟ ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني هذا رسالة خاصة للدول الآشوية لا تشتري النفط منه لا تشتري إذا ما كان هناك طلب إذن ليس هناك داعي لزيادة الإنتاج هذا أمر مهم لماذا؟ لأن تقارير أوبك نفسها بما في تقارير اللجنة الفنية الذي صدر أمس يقول بأن هناك فائض في الأسواق في 2022 وهناك فائض في الأسواق في 2023 إذا كان هناك فائض لماذا تزيد الإنتاج؟ هذا يعني أن يمكن أن تكون هناك التصرف أن سياسياً إعلان عن زيادة في الإنتاج ولكن فعلياً قد لا تتم إذا قامت أرامكو برفع الأسعار بشكل كبير لأن الطلب لن يكون موجوداً وبالتالي ليس هناك حاجة لزيادة الإنتاج فهي أمام الدول المستهلكة أوضحت أنها تستطيع زيادة الإنتاج وترغب في زيادة الإنتاج ولكن فعلياً ليس هناك طلب عليه فلن يتم ولكن ماذا لو قامت أرامكو بتخفيض الأسعار بشكل كبير؟ إذن موضوع الإنتاج وعدم قدرة أوبك على زيادة الإنتاج شيء وتسعير أرامكو شيء آخر وبالتالي علينا أن نجمع بين الأمرين لفهم السوق لو قامت أرامكو في بداية الأسبوع القادم بتخفيض الأسعار مثلاً بخمس دولارات أو ستدولارات ستنخفض أسعار العالمية بشكل ملحوظ رغم عدم قدرة أوبك على زيادة الإنتاج كما يتوقع البعض وبالتالي ليس هناك نتيجة حتمية من اجتماع أوبك اليوم حتى نرى الأسعار في بداية الأسبوع القادم القضية هنا ما يلي أن يتضح تماماً أن دول الخريج الآن تتجه إلى أوروبا لتعويض عن النفط الروسي الدول الآسوية تستورد النفط الروسي بأسعار مخفضة ولكن في نفس الوقت من مرجية نظر أوبك بلس إذا نظرنا لها كمجموعة من صالح أوبك بلس كمجموعة بما في ذلك روسيا أن يتم رفع أسعار الخريجية في آسيا لقيام الدول الآسوية بشراء النفط الروسي وبالتالي إخلاء المجال في أوروبا للنفط الخليجي وبيعه هناك بأسعار طبعاً مرتفعة كما هي رغم انخفاض الأسعار اليوم ولكن تبقى الأسعار مرتفعة ومرضية في هذه الحالات فالفكرة هنا أنه علينا أن لا نستنتج أو نقفز إلى النتائج بالنسبة لأثار اجتماع أوبك اليوم حتى نرى أسعار أرامكو عادة مجرد أن تظهر أسعار أرامكو تقوم الدول الأخرى اللي هي الأمارات والكويت والعراق بإصدار أسعارها الرسمية وتاريخياً كانت دائماً تتبع أرامكو فإذا قامت أرامكو برفع الأسعار الجميع سيرفع الأسعار إذا قامت أرامكو بتخفيض الأسعار لكل شيء سيخفض الأسعار إذا تم تخفيض الأسعار هذا يؤكد فكرة أن هناك يعني بعض سياسي للموضوع بحيث أنه الموضوع ليس هو قضية إمدادات ولكن بايدن يريد تخفيض الأسعار ما يعزز الفكرة السياسية أنا بعرف تماماً أن بعض الكلام الذي سأتكلمه لن يعجب البعض ولكن نحن هنا ليس يعني نحن غير موجودين هنا لإرضاء البعض نحن نتكلم بحرية بناء على البيانات واللي عنده رأي مخالف بالبيانات يقدم هذه البيانات ولكن مجرد أنه آراء ولا مجرد أنه عواطف يعني هذا غير مقبول الواقع أن النفط سلعة سياسية منذ بداية الصناعة وهناك أدلة كثيرة جداً على الموضوع القضية الأخرى التي يجب النظر لها هنا أن موضوع بايدن ليس إذا كانت أوبك ترى أن هناك فائض في الأسواق إذن الموضوع ليس زيادة في الإنتاج الموضوع موضوع أسعار إذا كان موضوع أسعار فعلينا أن لا نستغرب إذا قامت أرامكو بتخفيض الأسعار للوصول إلى أهداف معينة لماذا؟ لأنه أمس قبل اجتماع اللجنة الفنية لأوبك أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على بايع صواريخ بيتريا للسعودية هذا أمر مهم جداً لأنه حتى توقيت توقيت مقصود وبالتالي لا يمكن إنكار البعد السياسي للقرار خاصة أن البيان الختامي جاء بصيغة توضح أمرين توضح البعد السياسي من جهة وتوضح الضغوط الضخمة على دول أوبك وأوبك بلس لزيادة الإنتاج لأنه جزء كبير من البيان ركز على رسالة كبيرة للدول المستهلكة وهذه من المرات النادرة جداً التي استخدم فيها بيان أوبك أو أوبك بلس لإرسال رسالة إلى القيادات الأمريكية والأوروبي ماذا جاء في البيان واللي بحب يقرى البيان أو الاطلاع عليه في منصة الطاقة في تقرير كامل عن الموضوع منقق قراءة تفاصيل الموضوع البيان ركز بشكل كبير على ما قاله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في خطابه أمام بايدن عندما قال عندما كان يتكلم عن التغير المناخي وقال بشكل واضح وصريح أن علينا جميعاً أن نحارب التغير المناخي وهذه جهود عالمية مشتركة ولكن معنى الكلام الذي قاله أن السياسات الأوروبية والأمريكية لمحاربة التغير المناخي ويجب تغييرها نحن بحاجة إلى كل مصادر الطاقة بما في ذلك النفط والغاز والتركيز على مصدر أو مصدرين للطاقة هذا أمر خطر أمر خطر ويعرض الدول إلى مشاكل كبيرة كما نرى في أوروبا الآن وبالتالي علينا زيادة الاستثمار وزيادة الاستثمار تعني زيادة الاستثمار عالمياً وكان مما قاله طبعاً أنا لا أقول ذلك حرفياً ولكن معنى الكلام الذي قاله أننا سنقوم بالاستثمار بمليارات الدولارات وسنقوم بزيادة الطاقة الإنتاجية من إلى 13 مليون برميل ولكن لا تتوقعوا منا أكثر من ذلك الرسالة كانت واضحة تماماً لا تتوقعوا منا أكثر من ذلك بما أن موضوع محاربة التغيير المناخي عالمية ومشتركة وهذا يتطلب زيادة الاستثمار فزيادة الاستثمار يجب أن تكون عالمية عبء أمن الطاقة عالمي وليس محلي وبالتالي نحن نقوم بواجبنا وسنزيد الطاقة الإنتاجية ولكن عليكم أنتم أن تقوموا بذلك وبذلك لا تتوقعوا مني أكثر من 13 مليون العبء عليكم لا تلوموني في المستقبل هذه الرسالة كانت واضحة تماماً اليوم في بيان أوبيك أن هناك نقص في الاستثمارات شديد هذا النقص الكبير في الاستثمارات يعني وجود طاقة إنتاجية فائضة صغيرة ولن نفرط بسهولة بهذه الطاقة الإنتاجية الفائضة علينا أن نستخدمها بحكمة ولن نستجيب لضغوط السياسية من حكومة بايدن أو غيرها وعليكم طبعاً رسالة للعالم عليكم فتح المجال للاستثمار في مجال النفس والغاج حتى نتفادى مشاكل مستقبلية وحتى تحل المشكلة فوجود هذه الفقرات في البيان مهمة جداً من ضمن التطورات الأساسية في أوبيك بلس أنها أرسلت رسالة سياسية واضحة من خلال البيان الرسمي وهذا نادراً ما يحصل فنهاية طبعاً حلقة اليوم أو مساحة اليوم قصيرة ومستهدف أن تكون قصيرة لهذا السبب فخلاصة الكلام أن قرار أوبيك هو زيادة السقف الإنتاجي وليس الإنتاج بمئة ألف برميل يومياً ولكن لا يمكن الاعتماد على هذا القرار لمعرفة وضع السوق طبعاً كانت الأشعار بانخفاض بعد قرار أوبيك ارتفعت الأشعار بحدود 2% ولكن بعدها بقليل أدرك السوق تماماً معنا ذلك فانخفضت الأشعار بحدود 3% والأشعار منخفضة الآن وسعر خام برينت أقل من 100 دولار وأقل من 98 دولار أعتقد هذا مفيد لأوبيك ومفيد لبايدن أيضاً ولكن لا يمكن معرفة هذه النتائج حتى نرى تسعيرة أرامكو لذلك ستكون الأمور واضحة تماماً في الأسبوع القادم بعد إعلان تسعيرة أرامكو الفكرة الثانية هو أن التركيز على موضوع الاستثمار يجب أن لا يأخذ الناس على أنه ليس هناك طاقة إنتاجية فائضة في دول أوبك هناك خطأ كبير خاصة ضمن بعض الزملاء في كندا والولايات المتحدة أنهم فهموا من ذلك أنه ليس هناك طاقة إنتاجية فائضة وبذلك يجب أن ترتفع الأسعار الآن وجدنا الأسعار تنخفض وهذا هو طبعاً الجواب الرئيسي لهم ولكن الواقع أن لو قرأنا البيان بحكمة وبتروي نجد أن البيان واضح تماماً أن هناك طاقة إنتاجية فائضة ولكن علينا أن نستخدمها بحكمة وبالتالي لا يمكن استنتاج أنه ليس هناك طاقة إنتاجية فائضة في دول أوبك الطاقة الإنتاجية فائضة ولكنها محدودة ولكن يتضح أيضاً أن هذا الكلام السياسي أكثر منه اقتصادي بعبارة أخرى هو رسالة لبايدن أنه لا تضغطوا علينا لزيادة الإنتاج المشكلة ليست دول أوبك وليست سعودية والخليج المشكلة أنتم المشكلة عالمية في نقص الاستثمارات وبالتالي عليكم السماح بهذه الاستثمارات فهو لوم سياسي ولكن هناك طاقة إنتاجية فائضة موجودة خاصة في السعودية والأمارات الآن نحن أنا تكلمت بحدود نصف ساعة ممكن نأخذ ربع ساعة للأسئلة والأجوبة والتعليقات أرجو أن يكون هناك سؤال واحد فقط ومحدد وواضح أما بالنسبة للتعليقات فأرجو أن لا تكون أكثر من دقيقتين كما أرجو أن تكون الأسئلة والتعليقات متعلقة في موضوع اليوم لأننا نترك كل المواضيع الأخرى لمشاحة يوم الثلاثاء أخي محمد فضل شكرا جزيلا لك دكتور أود التنويه إلى البيانة التي ذكرت حضرتك الآن هو موجود في المساحة عفوا كذلك بعض تبعت القرار مثل وزير النفط الكويتي يقول أن أوبيك بلس يدخل مرحلة جديدة لإدارة السوق خبر الأسعار ذكرته حضرتك أيضا موجود الآن في المساحة حتى الآن لم أتلقى أي أسئلة على الرثائل الخاصة فمن يرغب في طرح السؤال يتفضل بالضغط على الميكروفون أو يرسلنا على البريد الخاص أنا شايف الآن بعض الأسماء قبل أن أبدأ أود أن أرحب بالأخ عيد العيد المستشار الكبير وبالأستاذ عز مصري وبالأخ أبو علي هنري كيسنجر وبأخوة آخرين أرى ماشاء الله وجوه نيرة هنا أهلا وسهلا بكم قبل أن أبدأ أستاذ محمد ممكن تذكر للأخوة والأخوات موضوع النشرة المجانية الإسبوعية التي تصدر عن الطاقة وترسل بالإيميل بكل تأكيد طبعا لدينا نشرة إسبوعية تصدر كل خميسة الساعة السابعة مساء بشكل تلقائي للاشتراك فيها انتقل إلى الصفحة الرئيسية لموقع منصة الطاقة ستجد خانة بها البريد الإلكتروني والاسم ضع اسمك وضع بريدك الإلكتروني وسجل الاشتراك وسأتصل لك كل خميس بشكل تلقائي شكرا لك الأخ المستشار عيد العيد إن سمح الدكتور كذلك يمكنكم الاشتراك في حساب تليجرام لمنصة الطاقة ستجدونه أيضا على الصفحة الرئيسية في العالم شكرا لك أخ عيد فضلك شكرا يا دكتور أناس أول شيء السلام عليكم مساء الخير لجميع الأخوة الموجودين شكرا لدكتور أناس الحقيقة على المتابعة المتميزة لأحداث الطاقة شكرا لك شكرا لمنصة الطاقة شكرا للأخ محمد أنت الحقيقة يا دكتور كررت مرارا وتكرارا علينا الحقيقة سواء في هذه المساحة أو في المساحة السابقة التي كانت في الإنجليزي أنه لابد أن ننتظر للأسبوع القادم ونرى تسعير المملكة لأسعار أو استسعير أرامقه أنا أبغى الحقيقة أنا قد أكون مدرك إلى حد ما هدفك من هذا الكلام لكن أبغى إيضاح أكثر للأخوة الموجودين لماذا ننتظر للأسبوع القادم مع التسعير الجديد لأرامقه لماذا؟ ما هو السبب بذلك؟ شكرا لك يا دكتور نعم سؤال وجيه جدا وفاتني توضيح ذلك شكرا لك للتنبيه أرامقه عادة تصدر تسعيرها الشهري دائما يوم خمسة من كل شهر ميلادي وإذا صادف هذا اليوم عطلة كيوم جمعة مثلا يؤخر إلى اليوم اللي بعده فهو موعد إصدار أرامقه لأسعارها لذلك جاء توقيت دائما يأتي توقيت أوبك بشكل مدروس أن يأتي قبل تشعيرت أرامقه حتى تعرف أرامقه كيف تسعر النفط بناء على قرار أوبك شكرا لك الأخ الشريف مشهور آلعون تفضل السلام عليك ورحمة الله وبركاته شاكر ومقدر لك يا سعد أنس وحييك وحيي متابعينك الكرام السبساري بخصوص لو تم الاتفاق دول غربية حاليا في الملف النوي هل طبيعي أن إذا تم الاتفاق بيسمح لبيع النفط الإيراني هل بيأثر على أوبك بلس والله يعطيك العافية شاكر ومقدر شكرا لك الجواب لا لأن إيران تصدر كل ما يمكن تصديره وانتهى الأمر الأمور تتغير على المدى المتوسط والطويل شكرا لك الأخ عز تفضل بعد الأخ عز الأخ عبد الله النفيسة سعر لوقاتك أستاذ أنس وشكرا وجدك يا مرحبا ألا وسهلا لمنصة الطاقة الرائعة كما عاوتون أن تكونوا رائعين دائما دكتور معلش مش متخصص جدا السؤال بالموضوع بقدر ما أنه الموقف الروسي اليوم هل كان متوافق مع النتائج للاجتماع؟ نعم بشكل عام لا يتم إصدار أي قرار أو بيان إلا إذا كان هناك اتفاق بالإجماع فواضح تماما أنه تم نقاش هذا الأمر منذ أربع أيام مع نوفاك في الرياض وجاء باتفاق روسي لذلك هناك احتمال إذا نظرنا إلى المصلحة الروسية ونظرنا إلى أن النفط السياسية وهناك محاولة للتوازن بين أمريكا وروسيا من قبل دول الخليج بالذات لذلك علينا أن لا نستغرب إذا قامت أرامكو برفع الأسعار بالنسبة للشهر الجديد كما ذكرت سيتم الإعلان عنها في بداية الأسبوع القادم غالبا يوم الأحد فعفوا لحظة بل شوي احتمال أن يكون أنا مطلع هنا احتمال أن يكون يوم الجمعة فسنرى ماذا في هذه الأسعار إذا نظرنا من ناحية المصلحة الروسية احتمال كبير أن تقوم أرامكو برفع الأسعار وبهذا سيرضي الروس لأن رفع الأسعار إلى آسيا تحديدا سيجبر الهند والصين ودول أخرى على شراء النفط الروسي وهذا يأتي لصالح روسيا ولكن الجواب نعم تم بالاتفاق مع روسيا شكرا لك طيب دكتور معنا سؤال على البريد الخاص من أستاذ نواث السؤال تعليقا على حديث حضرتك أن الدول منتجة للنفط في الشرق الأوسط ستتبع تسائرة أرامكو فالسؤال لماذا؟ أولا إذا لم تتبع تسائرة أرامكو سيكون هناك فرقوات شعرية وبالتالي إما ستخشر ماديا بإختلف الأمر أو أن هذا سيؤدي إلى انخفاض الطلب على نفوطها شكرا خالد فضل هلا دكتور آنس شكرا على المساحة الجميلة هذه بس أنا عندي سؤال كم توقعك للسعر راح يكون خلال الفترة الجاية بعد الزيادة هذه المئة الثالث أو ما توقعك تسائرة أرامكو ما عندي علم يعني لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال إذا عندك سؤال آخر تفضل يعني دكتور حد الأقصى اللي ممكن تنخفي الأسعار ما أدري لأنه دائما كان في مفاجآت وجدنا مثلا يوم 7 مارس 2020 وجدنا مفاجأة ضخمة وجدنا مفاجأة ضخمة منذ فترة قصيرة أيضا فمن الصعب جدا الإجابة على هذا السؤال نستبعد الانهيار دكتور للأسعار النفط حاليا لا يمكن أن موضوعا تنهار الأسواق وتنهار الأسعار هذا أمر صعب حتى في حالة وجود ركود اقتصادي ستنخفض الأسعار ولكن كلمة الانهيار هنا يعني لن تحصل الله أعطيك العافية شكرا يا مرحبا أنا مستهلا تسمح لي يا دكتور بس جواب قد أكون أنا غير متخصص فضلك ولكن ما أتوقع أن المملكة ستزيد الأسعار لشرق آسيا وأعتقد أن زيارة نوباك للمملكة فيها تفاهم بهذا الشأن وأعتقد ذلك أن المملكة ستزيد الأسعار لشرق آسيا ربما لتوجيه الإمدادات الروسية إلى تلك المناطق هذا توقع والله أعلم نعم لا كلامكم صحيح مستشاري الأخ عبد الجبار أو عبد الجابر شكرا أحب أن أعفوا أحب أن أتلحظة لو سمحت بس أحب أن أنوه أن الطاقة السياسة الطاقة لا تقبل الأسماء المستعارة اللي هو موجود في اسم مستعار عليه أن يرسل رسالة للأخ محمد يسري على الخاص لمنصة الطاقة يعني يذكر له اسمه الصريح أو يذكر له السؤال ولكن الشياسة الطاقة لا تسمح بالأسماء المستعارة بالظهور أو الأسئلة أو التعليق تفضل أستاذ عبد الجابر عبد الجابر شكرا هذه المساحة المفيدة الحقيقة أغنيتنا بالمعلومات الاقتصادية والسؤال للدكتور أنس وأرحب بي الدكتور إذا عندك معلومات كان هناك جولة بالشهر الماضي أو شوي قبل رئيس وزراء الأقليم كردستان للخليج والأوروبا وبالذات لندن كان يدور الحديث حول تصدير غاز الأقليم للأوروبا عن طريق تركيا هل بالإمكان الأقليم الكردستاني صدر غاز دون الرجوع إلى بغداد لو عندك إجابة تتكرم وأشكرك أنا أشكرك على المشاركة وأشكرك على السؤال ولكن فعلا أريد أن أركز على موضوع حلقة اليوم هذا الموضوع خارج الحلقة ويمكن تركيز عليه في حلقة يوم الثلاثاء إن شاء الله ولكن إكراماً لتواجدك وسؤالك الجواب لا لا شكراً أشكرك حياك دكتور أنس هل تسمعنا بوضوح؟ نعم أسمعك خلي الشيطة عبد الله وبعدين الأخ بو علي بعده طيب تفضل السلام عليكم مرة ثانية حقيقة مظيف ومتحدثين ومستمعين ونشكركم على الإضافة سؤالي للدكتور أنس حقيقة إحنا بنشتغل في تقنيات النانو لتحفيز عبار النفط ومعالجتها لكن اتفاجأنا أنه هذا المستقبل القادم أنه بديل النفط أنه طاق الهايدروجين الأخضر والهايدروجين الأزرق هل ممكن يكون التركيز على الهايدروجين الأزرق والهايدروجين الأخضر ونبدأ نخف العمل عن النفط دكتور ونتوجه لهذا المشاط بس هذا سؤالي شكراً نعم حياك الله أحيلك للأخ محمد يسري هناك حلقة كاملة مدتها ساعتين ونص تشرح هذا الأمر بالتفصيل الآن أخ محمد خلال دقائق إن شاء الله بيضع الرابط لهذه الحلقة وهي موجودة على صفحة يوتيوب لمناصة الطاقة وموجودة أيضاً في صفحات الطاقة بما أن هناك شرح مفصل ومن خبير عالمي مشهور فالأولى الرجوع إلى ذلك وإن شاء الله الأخ محمد يضع الرابط الآن شكراً لك أخبو علي فضل بسوطاً إلى ذلك دكتور أيضاً نذكر متابعينا بتقرير فيه كل ما تحتاجه عن الهيدروجين كذلك سأضعه لكم الآن شكراً جزيلاً انتظروني لحظة شكراً الأخبو علي فضل مساء الخير دكتور أنس يا مرحباً دكتور أنس قبل يومين أعلنت البريتش بتروليوم عن زيادة في أرباحها منذ 14 عام دكتور أنس كيف تفسر طبعاً زيادة أرباح منذ 14 عام مع الأزمة مع زيادة زيادة اليوم كيف تفسرها دكتور أنس السؤال الأول السؤال الثالث دكتور أنس هل هناك زيادات قادمة وإلى متى هذه زيادات دكتور أنس تفضل دكتور أنس نعم حياك الله شكراً لك بشكل عام أرباح كل الشركات وليس فقط شركة بريتش بتروليوم ولكن هي حصلت على ضجة كبيرة بسبب الإعلام البريطاني ولكن كل الشركات حققت أرباح ضخمة جداً ولكن ضخمة جداً بأي مقياس لو نحن طلعنا على الشركات أرباح هذه الشركات مقارنة بكبرى الشركات الأمريكية خاصة شركات تكنولوجية أو جوجل أو فيسبوك ولا غيرها فهي أرباح ما زالت أقل من ذلك حتى مقارنة بأرباح وولمارت ولا غيرها الأمر الآخر أن هذه الشركات حققت خسائر كبيرة في السنوات الماضية فلو نظرنا إلى معدل الأرباح في السنوات العشر الماضية نجد أنه بسيط جداً مقارنة بكل القطاعات الاقتصادية الأخرى والشيء المؤلم أنه لو نظرنا إلى العائد على رأس المال وهو الأمر المهم نجد أنه من الأخفض ضمن كل القطاعات وهذا يفسر عزوف المستثمرين عن ذلك ويفسر تركيز أوبك اليوم على ضرورة الاستثمار الإشكالية هنا أن هناك حرب شديدة جداً على النفط وهذه الحرب هي التي ضخمت أرباح هذه الشركات وجعلت الناس تنظر لها على أنه شيء تاريخي أو غريب ولكن في الحقيقة أن استثمارات النفط ضخمة جداً كل شيء يتعلق بالنفط وليس فقط النفط الخام حتى بالغاز والغاز المسال أعطيك مثال أنه محطة جورغان بأستراليا كلفت أربعين مليار دولار وهذه فقط محطة للغاز المسال فكمية الاستثمارات ضخمة وبالتالي قد تكون الأرباح ضخمة من ناحية الأرقام ولكن كعائد على رأس المال ما زالت منخفضة لذلك عزف المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في النفط والغاز عزف عنها لصالح الشركات الأخرى بسبب ضعف العائد إلا أن الحرب على النفط هي التي ستجعل الإعلام العالمي يركز بشكل كبير على هذه الأرباح وستجعل السياسيين يركزون على هذه الأرباح وهذا سيفاقم من أزمة الطاقة في المستقبل لذلك وضع الرسالة السياسية ضمن بيان أوبك اليوم كان ذكي وكان مهم ومهم أن ينشر في كل وسائل الإعلام لأن لو قالوا وزير فقط في لقاء لن يحظى بالتغطية الإعلامية الكبيرة لذلك وضعه ضمن البيان كان مهم جدا لأن الأمر فعلا خطير بريطانيا أقرت قانون يقضي بفرض ضرائب استثنائية لفترة مؤقتة على أرباح هذه الشركات وبالتالي الحكومة ستأخذ جزء كبير من هذه الأرباح الأنكى من ذلك أن الحكومة البريطانية ستأخذ هذه الأرباح وتوزعها على مشتري الطاقة سواء كانت كهرباء ولا غيرها في بريطانيا بعبارة هي عادة توزيع الدخل ولكن ستؤثر بالاستثمار المستقبلي بشكل كبير وستفاقم من أزمة الطاقة مستقبلا شكرا لك دكتور أنس الزيادات الآن نحن نعرف أن قضية الزيادات هي عرض وطلب ولكن دكتور أنس بصراحة ونحن نعلم كذلك أن زيادات دائما تعلن عنها دكتور أنس وهي زيادات تقريبا مجدولة مسبقا لكن دكتور أنس إلى متى هذه الزيادات وهل تستطيع الدول فعلا أن تنتج أكثر من هذه تعطينا نبذة دكتور أنس بسيطة عن القدرة لشركات النفط العالمية نعم لو نظرنا إلى السعودية السعودية تستطيع زيادة الإنتاج فوق المستويات الحالية بين 400 إلى 600 ألف برميل يوميا بسهولة وبدون أي إشكالية ولفترة طويلة فإذا كان مثلا سيزيد الإنتاج بمقدار 30 ألف برميل كل شهر خلال الشهور القادمة معنا تقريبا سنة للاستمرار بزيادة الإنتاج لذلك هناك عندما نتكلم عن أزمة فعلية وضخمة جدا في مجالات الطاقة وهذه الأمور كما تذكر ذكرتها في مساحتكم عدة مرات أن أحد أسباب هذه الأزمة هو ضعف الاستثمارات ولكن أيضا وصول الطاقة الإنتاجية إلى أقصاها في أغلب دول العالم وبالتالي ليس هناك طاقة إنتاجية فائضة هذا غالبا إذا ما حصل كساد ما حصل ركود اقتصادي غالبا سنصل إلى أقصى الطاقة الفائضة في الربع الرابع من 2023 وبالتالي ستبدأ الأزمة منذ ذلك الوقت سيكون هناك زيادات عالمية طبعا ولكنها لا تكفي يوجد بعض الزيادات في أو يمكن الزيادة في الأمارات في الكويت في العراق إذا استقر الوضع في ليبيا أو نيجيريا ممكن في الكونغو ممكن ولكن الأمور محدودة فينزويلا ممكن إيران ممكن ولكن سيحتاج إلى بعض الوقت شكرا شكرا يا مرحبا حياكم الله عندك أي أسئلة أستاذ محمد لأن أنا أكرر مرة أخرى بالنسبة للأسماء المستعارة سياسة الطاقة تمنع استخدام الأسماء أو تمنع دخول الأشخاص بالأسماء المستعارة الذين كانوا معروفين مسبقا من قبل الطاقة ولكن أرجو من الأخ محمد إذا كان في أي أسئلة مكتوبة بالنسبة للأسماء المستعارة يمكن التواصل مع الأخ محمد من موقع الطاقة على الخاص مفتوح طبعا للرسائل وسؤال السؤال من خلاله نعم دكتور يوجد سؤال نأخذ جزءا منه السؤال الأستاذ يوسف الميموني يقول هل الانخفاض الحالي في أسعار النفط نتيجة سبب زيادة صقف الإنتاج اليوم أم لما يحدث من مشاورات بين الصين وأمريكا بشكل عام الانخفاض ناتج عن أمرين الأمر الأول هو الأرقام السيئة للإنتاج الصناعي في بعض الدول المستهلكة لأن هذا كله دليل على إذا لم يكن ركوز اقتصادي فهو دليل على انخفاض النمو الاقتصادي ولكن من جهة أخرى وجدنا اليوم أن هناك ارتفاع كبير في مخزون النفط الأمريكي الخام ارتفع بحدود 4.5 مليون برميل يوميا أعطيكم بعض الأرقام لأنه بعض هذه الأرقام مهمة أن نفهمها هناك انخفاض في كمية النفط التي تأتي إلى المصافي أو مدخلات النفط إلى المصافي بحدود 200 ألف برميل يوميا إذا انخفض هذا هو الطلب لأنه الطلب على النفط الخام هو طلب المصافي لأنه نحن لا نستخدم النفط الخام وبالتالي انخفض الطلب المصافي لسبب ما هذا يؤدي إلى زيادة مخزون النفط الخام ولكن الشيء المهم في الموضوع للإجابة على هذا السؤال هو انخفاض الطلب على البنزين في أمريكا بحدود 700 ألف برميل يوميا لماذا؟ بسبب الارتفاع الكبير في أسعاره طبعا انتهاء موسم السفر الناس تعود الآن للمدارس أيضا فهذا مخفض الطلب على البنزين والأمر الآخر هو انخفاض الطلب على وقود الطائرات بحدود 331 ألف برميل يعني بعبارة أخرى بين البنزين ووقود الطائرات انخفض الطلب الأمريكي بحدود مليون برميل يوميا فهذه مشكلة الأمر الآخر أن الواردات زادت بحدود 1.2 مليون برميل ولكن الخبر المهم هو انخفاض الصادرات الأمريكية بحدود مليون برميل يوميا هذا مهم لأنه لا ندري حتى الآن ما سبب الانخفاض إذا كان هو مشكلة فقط في البيانات لأن هذه بيانات أسبوعية أم أن هناك انخفاض عالمي في الطلب على النفط سنعرف هذا الأمر خلال الأسبوع القادم إذن لدينا انخفاض في الصادرات وانخفاض في كمية المدخلات للمصافي زيادة في الواردات كل هذه ترفع المخزون وبالتالي تخفض أشعار النفط فضل شكرا جزيلا دكتور حتى الآن لا يوجد أي أسئلة أخرى يوجد سؤال في المجمل من الأستاذ فيصل لم يوضح تحديداً من يقصد هنا السؤال يقول هل من الممكن فقط أن نتوقف عن بيع النفط لمن يفرض علينا ضرائب ونتوجه إلى الأسواق الأسيوية لم يحدد تحديداً من المقصود بمن نعم أنا فهمت السؤال بشكل عام فكرة فرض الضرائب من حق أي دولة أن تفرض أي ضرائب تريد وفقاً للاتفاقات العالمية أو الاتفاقات الثنائية هذا ليجب أن لا يفشر بطريقة عدائية بهذا الشكل نعم الضرائب على النفط مرتفعة جداً ما تجنيه الحكومات في كثير من الأحيان أعلى مما تجنيها حكومات الدول النفطية ولكن الآن ثبت بشكل قاطع تماماً ما يلي أن وجود هذه الضرائب مفيد للدول المنتجة قد يكون هذا الكلام غريباً ولكن كل الدلائل الآن تفيد أنها لماذا؟ لأن ما سيحد من نمو السيارات الكهربائية هو حاجة هذه الحكومات سواء كانت حكومات الدول أو حكومات الولايات أو حكومات المدن هي حاجتها إلى ضرائب البنزين والديزل لأن هذه الضرائب كبيرة جداً تصل إلى 500 مليار سنوياً فهم بحاجة إلى هذه الضرائب وبالتالي ستحد من نمو السيارات الكهربائية وهذا سيضمن الطلب على النفط لأطول فترة ممكنة لذلك وصلنا إلى مرحلة الآن علينا أن نتجاه الموضوع الضرائب في هذه الدول بالكامل لأن الآن هي لشارح دول المنتجة وليش ضدها إذا ما كان في أسئلة إضافية ممكن ننهي الحلقة أستاذ محمد في أي تعليق عنكم ولا أي أسئلة؟ نعم تعليق بسيط فقط لا يوجد أسئلة أخرى مجرد تفكير للاشتراك في النشرة البريدية الخانة مذكورة على الرئيسية على منصة الطاقة بعنوان اشترك في النشرة البريدية تدخل البريد الإلكتروني والاسم وبعد ذلك سجل الاشتراك الحلقة التي أشار عليها الدكتورة الخاصة بالهيدروجين موجودة الآن في المساحة الصوتية وكذلك تقرير نرجو منكم متابعة ومنشاركة ومع متابعيكم على صفحاتكم الشخصية التقرير يتحدث عن كل تفصيلة تتعلق بالهيدروجين وهو جهد كبير من قسم من وحدة أبحاث الطاقة لدينا في المنصة لذا نرجو منكم مشاركة مع متابعيكم وكذلك حلقة الهيدروجين مع خبير الغاز في منظمة أوابك البشمان دسوائل عبد المعطي شكرا لكم متابعينا الكرام على هذا الانتماء منكم شكرا دكتور أنس على هذه الحلقة السيد محمد ممكن تسمح لي قبل ما ننتهي بالنسبة لحلقة يوم الثلاثاء دائما حلقة الطاقة يوم الثلاثاء كل يوم الثلاثاء ساعة العشر الليلا بتوقيت مكة المكرمة الحلقة القادمة ستكون عن دور غاز غزة في حل أزمة الغاز الأوروبية فستكون حلقة ممتعة مع خبير متخصص في هذا المجال سيتم الحديث عن الغاز الذي تسيطر عليه الحكومة الإسرائيلية أيضا والأبار التي يتم فيها بيع الغاز من الحكومة الإسرائيلية إلى مصر والأردن كما سيتم الحديث عن الغاز واحتمال وجود الغاز أو اكتشاف الغاز في لبنان وموضوع حسن نصر الله وغيره عن الكلام اللي يتكلموا عن الغاز في الجنوب الحلقة اللي بعدها الأسبوع اللي بعده ستكون متركزة على هل تسلك دول الخليج أسليب تنمية شبيهة بالنرويج كي تصبح مثل النرويج فهاتين الحلقتين إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم واللي بعده شكرا لكم جميعا إذن دكتور حلقة الثلاثاء المقبل هي حلقة فريدة من نوعها لم يتطرق إليها أحد المنص أي من المؤسسات الإعلامية العربية تماما لذا عند الإعلان عنها نطلب منكم متابعينا الكرام وشاركتها مع متابعيكم الكرام شكرا جزيلا دكتور وشكرا لكم شكرا لك أخ محمد بن القاهرة شكرا مرحبا شكرا لكم